الامساك من المشاكل المنتشرة جدا 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 اللي ممكن بتبدأ بحاجة سهلة اللي انها ممكن توصل بعد كده لحاجة خطيرة جدا 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 ايه هو الامساك وايه هو القولون وازاي نبدأ نتعامل مع المشكلة دي ده اللي عن اعرفكم في الفيديو ده يلا بيه هو الامساك الطبيعي ان الانسان يدخل الحمام من ثلاث مرات في اليوم لتلات مرات في الاسبوع حمام يعني اعمل حمام تقيل مش حمام خفيف ارجو ان انتو كنوا فهمين المصطلحات ونقول شوية مصطلحات كده عايزين اخب بالنا منه فلما نيجي نقول من ضمن المصطلحات اللي هنقولها في الفيديو يعني النهاردة بدل ما نقول الحمام التقيل هنقول حاجة اللي اسمها الستول بواقع هي الحمام التقيل ان احنا بنعمله في الحمام فكل ما هقول الستول معنى انتو ايه فهمين المعنى بقى على طول بحس ان الموضوع يبقى سهلية انا ما قلنا احنا بنعتبر الشخص الطبيعي لو دخل من ثلاث مرات يعني لو دخل ثلاث مرات في اليوم ديه يبقى معدل كبير وطبيعي برضو او ثلاث مرات في الاسبوع يعني لو قعدت اسبوع كامل ما دخلتش حمام بتعمل غير ثلاث مرات بس فانت الحد الوقته طبيعي جدا اقل من كده تبدأ بقى نحدث ان في مشكلة او نبدأ نشك ان في امساك يعني مسلا واحد ما دخلش الحمام غير مرة واحدة بس في الاسبوع لا كده في مشكلة ونازم نعرف اسباب عشان نعليك قبل ما ندخل في الاسباب بتاعت الامساك بتاعنا خلينا نبدأ نعرف الجهاز الهضمي بيشتغل ازاي كده بطريقة سريعة ونبدأ نعرف ايه هي تركيب الامعال غليظة او القولون او اللي هي بيحصل في الامساك خلينا نفهم اكتر شوي اللي بيحصل الجهاز الهضمي لو نفتكر من سنة ربعة ابتدايق والحاجات اللي كنا برسها زمان انت بتاكل الاكل في الاول بيبدأ تدخله من بقك بيبدأ يحصل بعض عمليات الهضم بالانزيمات بتوجودة في البق بعدين بتبدأ تبلعه ينزل في المريء لحد ما يوصل للمعدة وهنا بيبدأ في المعدة بالعصارات الهضمة اللي بتوجودة في المعدة بدون ذكر تفاصيل يعني فيسيولوجية وكلام من كده فيها بيبدأ الاكل يبدأ يتكسر ويتفتت بحيس ان هو يبدأ يتحول لسوائل تمام? الاكل بدل ما يتحول من الصورة الصلبة او ان كان الصورة اللي انت مدهاله بيبدأ يتحول لسائل بعد كده بيبدأ يدخل في الامعاء الدقيقة بتاعتنا ودي طويلة جدا بتبدأ السوائل دي تبدأ تتحرك في الامعاء الدقيقة لحد ما يبدأ الجسم يمتص منها العناصر اللي هو عايزها مع المشوار بتاع الامعاء الدقيقة ده تكون الجسم تقريبا استفاد من كل عناصر اللي هو محتاجة في الوقت دوت بعد كده يبدأ يدخل في القولون او الامعاء الغليزة بتاعتنا. الامعاء الغليزة هي القولون للناس اللي مش عارفها يعني. بعدين بيبدأ يدخل ايه? احنا اتفاعنا ان الجسم او الاكل نزل في صورة سائل دلوقتي. بعدين يدخل في الامعاء الغليزة. وهنا طول موها بيتحرك في طريقه في الامعاء الغليزة. بيبدأ الجسم او الامعاء الغليزة نفسها بتبدأ تم brethren ق centimeter من الاكل دوات. فبيبدأ يتحول تدريجهيا من الصورة السائلة الي هو فيها للصورة الصلبة اللي بتبقى بعدها في صورة اللي اللي احنا بطلعها. وفي نهاية الامعال الغليزة بتاعتنا بيجي اللي هو المستقيم او اللي بقى نازل يبقى بفتحته حاجة اللي اسمها اللي بيقى ماسك حواليها عضلات قاع الحوض. ايه الاسباب اللي ممكن تكون بتعملك امساك? اول سبب لسبب مما عندك بيبقى مطول او موجود لمدة اطول في الامعال غليزة. طيب هتقولي ايه اللي هيحصل يعني لما يتفضل لمدة طويلة. اللي هيحصل ان امعال الغليزة تمتص منه مية اكتر. فبالتالي كل ما امتص منه مية اكتر هو بحد ذاته هيزداد صلابة. فبالتالي يبقى صعب جدا ان انت تخرجه فيجي لك عملية الامساك. طب ايه اللي ممكن يخلي الاسطول ده هو تفضل قاعد فترة طويلة? مسلا عايز تعمل حمام بس انت زانق نفسك. ما رحتش تعمل حمام على طول. فبالتالي الاسطول في حد ذاته موجود مدة اطول. بيمتص منه مدة اكتر. كل ما تعمل حمام بعد كده كل ما اتأخر اكتر وتروح هتلاقي صلبه اكتر وصعب جدا انت تعمله وممكن يجي لك امساك. تاني حاجة الاكل بتاعك مش متزبب بطريقة معينة هنقولها في العلاج. ده برضو ممكن بيخلي عندك اللي سطول بيبقى قد فترة اطفل في العمعال الغليزة وبالتالي يحصل مشكلة. تالت سبب وده مش هنتطرق له يعني في الفيديو هنا لان هو محتاج شرح طويل يعني فيديو الواحده كامل. حاجة اسمها او ضعف في عضلات قاع الحوض. عضلات قاع الحوض ديت هي اللي مسكة في الاكسترنل او مسكة حوالين او الحتة اللي قلنا بنطلع الحمام بطريقة ما بتدخل في عمل الموضوع دوت. فلو فيها ضعف في العضلات ديت ممكن يكون عندك ان انت تطلع الحمام او تطلع ده صعب بشوية وبالتالي يجي لك امساك برضو. في امراض في حد ذاتها ممكن تعمل لها امساك زي القولون العصبي مرض السكر زيادة في عضلات قوضة الدراقية. هجاء كثير جدا ممكن تسبب لنا المشكلة دي. اي واحد دلوقتي يقول لي طيب انا عايز اعرف ان عندي امساك او عندي عرضة ان انا يجي لي امساك ولا ا? في حاجة اسمها دي تشورت كده او زي خريطة اخطها لكم هنا دلوقتي اكيد انتم شايفينها. دي بيتوضح لك شكل بتاعك شكل الحمام بتاعك. وبونان عليه نبدأ نعرف والله ده شيء طبيعي ولا في مشاكل. فزي ما احنا شايفين دلوقتي ده الطبيعي ده اللي مش طبيعي قوي كل ما بنتدرج كده اكتر لا ده احنا كده ايه? في مشكلة ولازم ناخد بالنا ان احنا بنعمل حاجة غلط او عداية غلط في الاكل ممكن تستطيع نسبيل لنا المشكلة دي. ندخل بقى على العلاج. ازاي يبدأ عالج مشكلة الامساك اللي هي لو انت صبرت عليها فترة طويلة ممكن الموضوع يبقى او يبقى مزمن عندك بعد كده ويبقى الامساك دوت خلاص بقى جزء من حياتك. وهيضايقك جدا جدا بعد كده. فكل ما نعالج بدري كل ما نتدرج المشكلة احسن. كل ما نعاجب كون افضل. اول حاجة معناها في العلاج وهي شرب كمية كبيرة من المية يومية من اتنين لتلاتة لتر. طب ايه اللي هيعماله الموضوع ده وانا بتدخل الجسمة كمية اكبر من المية. فبالتالي محتوى اللي ستول في حد ذاتها بقى فيه مية اكتر. فبالتالي كل ما هيوقت اكتر في الامعاء الغليزة تبدأ تمتص منه مية مش هتخلص اللي فيه ابدا او مهما تمتص منه هيفضل هو طاري لحد اما لان فيه نسبة مية عالية. فبالتالي يبقى سهل ان تتخرجه وبالتالي ما يجيلكش امساك. تاني حاجة اللي هي علاقة بالاكل برضو هي ان انت تاكل اكل في الياف كتير. الياف زي الخضرات والفكهة. اللي هتعمله الالياف. الالياف في حد ذاتها بتبقى بتدي بلك للاكل بتكبر حجم الاكل بوجع عام وبتبقى بتحتوي على لنسبة عالية من المية جواها. فاحنا كده ربنا عصرين بحجر واحد. اول حاجة كبرنا محتوى السطول بقى حجمه كبير بس المحتوى اللي جواه مية فبالتالي حاجتين هيحصلوا. اول حاجة سرعته او سرعة حركته في الامعاء الغليزة هتبقى اكتر مش هتحرك ببط. تاني حاجة امتصاصه في المية امتصاص المية منه هيبقى مهما كان زاد او مهما كان حصل هو لسه في محتوى جواه مية فبالتالي تدع تخرجه بسهولة وما يجي لكش امساك. تالت نقطة من فضلك ما تزنقش نفسك لما يكون عايز تعمل الحمام روح اعمل الحمام على طول. كل ما تأخر نفسك عن الحمام كل ما هيزيد وقت تواجد الاسطول جواه اللي عمعها الغليزة وبالتالي الجسم يمتص منه المية يزيد كسافته يبقى صعب ان تتخرجه يجي لك امساك. رابع نقطة واللي بنكلم عنها تقريبا في كل الفيديوهات بتاعتنا وهي الرياضة. الرياضة مفيدة جدا للجسم بتزود نشاط الدورة الدموية. ولقوا ان لها فايدة كبيرة جدا برضو فلاج الامساك. فاللي هو الرياضة انت بتدرب تقريبا كل العصافير اللي على الشجرة بحجر واحد. انت ممكن يكون بيجي لك امساك مرة كل فين وفين. لكن عايز اقول لك احنا بنشوف ناس فعلا ناس كبيرة في السن شوية. ممكن انت صغير مش حسب موضوع دوت. بس ناس كبيرة فعلا بتبقى الامساك بالنسبة لها مشكلة كبيرة جدا. فحنا عايشين في نعمة احنا مش مقدرين امتها. فعشان تقدر امتها فعلا وتشكر النعمة ديت ان انت تحاول تحافظ عليها. بعداد صح ممكن نبدأ نعبدلها وتابدينها تمام جدا. بس واس يوشل يعان لو استفدت من الفيديو دوت عايزين نلاففه كده فيسبوك يوتيوب واتساب كل حتة عشان ناس تستفيد لانا تسألت عن موضوع دوت كتير جدا فعلا. وشوفك في الفيديو جاء إن شاء الله. سلام عليكم.